موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا البث المباشر عبر قناة الحياة وعبر برنامج مع الحدث الذي تعودتم فيه على عيش كافة الأحداث وأهم الأحداث السياسية الاقتصادية وغيرها طبعا لا حدث أهم اليوم من العرص الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر وهو منتدى الدول المصدرة للغاز ومن خلال قيمته السابعة التي تحتضنها الجزائر كنا رفقناكم أمس مشاهدين للحديث عن كافة تفاصيل المنتدى ومجرياته ونحن مستمرون في نقل أهم أشغال اليوم وما جاء فيه من تصريحات قرارات إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بالغاز بالمنتدى طبعا لإثراء هذا النقاش أسعد باستضافة ثلاثة من أهم الخبراء المختصين والمهتمين بأشأن الطاقوي على يميني طبعا الأستاذ محمد خوجة مدير بحث بصناتراك سيد خوجة أهلا بك وكذا السيد محمد بنبريكا أستاذ جامعي مهتم بالقضايا الطاقوية سيد بنبريكا أهلا بك شكرا جزينا للإستضافة أهلا وعلى شمالي سيد شرياف جمال الدين نوفل خبر الاقتصادي مهتم بالشأن الطاقوي أهلا بك وشكرا لك شكرا على الإستضافة أدعنا مشاهدين قبل بداية النقاش مع ضيوفي الكرام أذكركم ببرنامج المنتدى لنهار اليوم الذي تم فيه عقد اجتماع وزاري استثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز وبعد قليل سيتم توقيع مذكرات التفاهم لمنتدى الدول المصدرة للغاز إذن ننطلق من أهم حدث اليوم وهو الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي تم رفعه بعد الإجماع عليه أمس والذي سيرفع بدوره غدا إلى اجتماع رؤساء وحكومات دول المنتدى ومن ثم سيصدر عن إعلان الجزائر في ختم هذه القمة سيد أبدأ معك محمد خوجة ما هي أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع هذا السلام عليكم البارحة كان اجتماع الخبراء ونقشت عدة نقاط بين خبراء الممثلين للدول المصدرة للغاز ومن أهم ما تسرب من أخبار اليوم أكده وزير الطاقة والأمين العام للدول المصدرة للغاز فأول نقطة هي تأكيد المكانة السيادية للدول الأعضاء في المنتدى بحكم أنهم يمثلون احتياط جد معتبر وقوة إنتاجية معتبرة في سوق الطاقة الدولي النقطة الثانية هي تثمين الغاز الطبيعي كمورد وهذا ما أكده اليوم وزير الطاقة أن إمكانية اليوم نرى أن في السوق الغازية معظم الدول المصدرة لا تستفيد من مشتقات الغاز وكل مخرجاته من المواد الكيميائية والإضافات المستعملة في عدة صناعات ومنه الإشارة والاهتمام بتثمين الغاز كمورد أساسي للصناعات تعتبر نقطة قوة لهذه الدول النقطة الثالثة هي ربما استراتيجية واقتصادية حيث أنه أكد على أهمية الغاز الطبيعي في النشاط الاقتصادي العالمي وهذا ما نراه اليوم بعدما تأكد وأكدت حتى الدول المستهلكة منها الأوروبية أن الغاز الطبيعي طاقة نظيفة لها أفق واسع وابعد جد معتبرة ومنه فالنقطة البيئية كانت ربما محل نقاش الباريحة واليوم في إطار الدراسة وفي إدار النقاشات حيث أن الغاز الطبيعي يعتبر الطاقة الحفورية الأنظف مقارنة مع الفترول ومع الفحم وهو الأأمن مقارنة مع الطاقة النووية ويمثل اليوم حوالي 23% من المزيج الطاقوي العالمي والدراسات المنظمة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للغاز أكدت على أن الغاز الطبيعي سيمثل حوالي 25-26% في أفق 2050-2060 وهذا ما يؤكد ثقل دول المصدرة للغاز في هذا المجال والنقطة الأخيرة ولبما تعتبر ربما نقطتين مهمتين في هذا اللقاء وفي هذه القمة أولا البارحة تم افتتاح المركز الدولي للأبحاث في الغاز والذي أكد على مكانة الجزائر هذا أيضا كان مهم جدا سنعود للحديث عنه لاحقا لو إذا عندك تفاصيل عن الاجتماع أكثر والنقطة اليوم التي أكد عليه الوزير هي انضمام سينيغال كدولة في هذا المنتدى وهذا الانضمام ربما يحطي قوة أولا لدول المنتدى ويحطي قوة للدول الإفريقية لأنها بعد إضافة كل من موريطانيا والسينيغال فالدول الإفريقية والغاز الإفريقي له قوة في مجموع دول المنتدى المصدرة للغاز نعم سيد بن بريكا لعل انضمام السينيغال وموريطانيا اليوم بمنتدى الدول المصادرة للغاز السينيغال دفعت طلب أمس وموريطانيا من عضو ملاحظ إلى عضو دائم في المنتدى ما هي أهمية هذا التعزيز تعزيزة وجود الأفريقي داخل هذا المنتدى شكرا أولا أريد أن أنوه بجرأة الجزائر للقيام بهذا المنتدى في ظرف دولي صعب جدا حرب بين روسيا أوكرانيا طويلة المدى أثرت على سوق العالمي للطاقة ثم العدوان الصهيوني على فلسطين كذلك أثر في الشرق الأوسط وحتى في البحر الأبيض المتوسط وبالتالي الجزائر كانت رائدة في السابق أول محطة للغاز الطبيعي المميّة عالمية كانت في الجزائر ثم باعتراف دول المنتدى وحتى الدول الملاحظة اعتراف الدول الرياضي للجزائر مبادلة الجزائر تطمين المستهلكي الطاقة الدرجة الأولى الدرجة الثانية مؤخرا في عدة دول إفريقية أصبح لها احتياط غازي كبير منها مثلا موزنبيك موزنبيك سوف تستعمل الغاز الطبيعي المميّع وسوف تستفيد من تجربة الجزائرية ومؤخرا زرت دولة سينيغال وسينيغال عندهم كذلك مخزون من الغاز والبيترول في البحر وعندهم كذلك مع موريطانيا وهذا يساعد في ثقل الدول الإفريقية في السوق يبقى الجانب الآخر أن هذه الدول الإفريقية رغم الاحتياطات الكبيرة التي تكتسبها إلا أن التكنولوجيا والأموال هي في يد الدول المستهلكة أو الدول الغربية وممكن في المنتدى هذا تكون تفاوض حول أسعار مرضية للطرفين ويكون فيها أمن طاقوي على مستوى لكل بلدان نعم أستاذ نوفل ربما اطلعتهم على تقرير التوقعات الغاز العالمية لسنة 2050 لو تطلعنا على أهم ما جاء في هذه التوقعات طبعا أول نقطة كلمة لها هي أهمية الغاز الطبيعي من حيث هو مصدر للطاقة بدرجة أولى حتى أيضا أنه يلعب الدور المحوري في الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي إذ يدخل في عملية إنتاج كل المنتجات البتروكيميوية الأسمدة في تحلية المياه يعني الآن يلعب حتى من يغطي الأمن الطاقوي انتقل إلى نقطة أخرى وهي تغطية الأمن الغذائي وهذه نقطة جد مهمة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب والنقطة أخرى التي يجب الإشارة إليها من خلال المحهد الأبحاث المتخصص بالقمة يعني يجب أن يكون هناك عملية تشارك وانتقال التكنولوجيا بين مختلف الدول سواء الدول المصدرة أو الدول المنتجة وحتى الدول الغرب وذلك من أجل تبادل هذه التكنولوجيات التي تسمح لكل الدول الأعضاء والدول الأخرى من تخفيض تكلفة الإنتاج التي تسمح بانخفاض المنتجات وتكلفة الفطورة الطاقوية هذا من جهة أخرى حتى في مجال التنويل نعرف أنه الآن كل الدول الأعضاء في هذا المنتدى هي دول تمثل دول الجنوب هي دول التي تسير نحو طريق النمو وبالتالي هذه النقطة أنه تتوجه كل مصادر التي تحصلها من هذه التصدير هذه الطاقة توجهها لنفس الشيء لاكتشاف والحفر وما إلى ذلك لا بل هي تقوم بتنوية اقتصاديةها مثل ما تتجه الجزائر وبالما أنه الآن هذه الطاقات متجهة نحو الغرب على الغرب أن يدخل كشريك في هذه العملية عملية تمويل ونذكر على سبيل المثال تمويل أنبوب الغاز من نيجيريا نيجير الجزائر إلى أوروبا حوالي 4000 كيلومتر هذه العملية تخص من بين الأمور أو النقاط التي تتكلمون عليها في هذه القمة هي مشكلة التكنولوجيا أو انتقال التكنولوجيا من جهة مشكلة آخر وهو مشكل التسويق ومشكل النقل لا نتكلم فقط على الجزائر الجزائر عندها أسطول بحري يسمح لها بنقل هذه المادة الموقع التحالي استراتيجي عدم وجود اضطرابات سياسية حولها يسمح لنا أن نحن كالجزائر كمصدر موثوق ومرغوب فيه في كل اقتصاديات ولا نخلط الأوراق السياسية مع الأوراق التجارية مثل ما حصل مع الدولة الإسبانية عندما كانت هناك اختلاف في الأوضاع السياسية من جهة لكن قمنا أننا نحن مصدر موثوق في تمويل هذه المادة نفس الشيء خلال 2020 مع ظهور أزمة الأوكرانية الجزائر رفعت حجم الإنتاج بما يقدر ربع ألاف مليار متر كيب موجه إلى تمويل العجز في أوروبا عن طريق عقود سبوت لكن دائما هذه تخدم الجزائر برهنت أنها ليست تذهب أو تريد مصلحتها فقط دائما أشار سيد رئيس الجمهورية إلى نقطة هي أن يكون المواضيع التبادل هي رابح رابح وبالتالي يكون توجه الآن إلى محاولة بالنسبة لكل دول من عوض الدول المصدرة تصبح أيضا دول منتجة وتحول هذه الطاقات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول نعم نبقى دائما مشاهدين مع أهم أحداث ومجريات القمة السبعة تم أمس شاهدنا حدث ووقفنا عليه حدث مهم جدا كان ضمن أشغال هذه القمة وهو تشين المقر الرئيسي للمعهد الدولي لأبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لما نتحدث عن ترقية صناع الغازية نتحدث عن المعاهد مراكز الأبحاث ما أهمية هذا المعهد سيد خوجة مشروع معهد الأبحاث الدولي للغاز الفكرة ترجع إلى حوالي عشر سنوات قبل حيث أن الجزائر أسست لهذه الفكرة ودافعت عنها في عدة قمم بدأنا من قمة موسكو قمة بوليفيا قمة القطر قمة إيران في 2017 ثم كانت لابد أن تقنع الأعضاء بأن يكون مركز هذا المعهد في الجزائر فدراسة الجدوة لسنة 2020 أكدت أن هذا المعهد يأتي بالفائدة لمحظم ولكل دول الأعضاء ومنه أنشئ مجلس علمي يتكون من عدة أعضاء لدول المنتدى وطرحت عدة مشاكل علمية تكنولوجية من أجل التباحث فيها ووجود حلول في مصلحة كل الدول البارحة أعلن رسميا أعلن رسميا عن فتح هذا المعهد بالجزائر إذن هذا أولا ربما تأكيد لربما الدبلوماسية الجزائرية لأن من أسس وركائز العمل داخل منتدى دول مصدغاز أن توفق كل الدول على الفكرة فالدول وافقت على الفكرة ثم وافقت أن تكون الجزائر مركز هذا المعهد ما هي الفائدة لهذا المركز بالنسبة للحركة العلمية وتكنولوجية اليوم بغض النظر عن الجانب السياسي والجيوستراتيجي والاقتصادي والبيئي فربما الحرب القادمة أو الحرب اليوم هي حرب علمية تكنولوجية وهذا المعهد سيحطي إضافة جد معتبرة لدول المنتدى أولا من أجل عملية بعث عملية تشاركية تكاملية بين خيرة العلماء والباحثين لهذه الدول النقطة الثانية أنها بحكم هناك توجود تباين بين درجة النظروج التكنولوجي لبعض الدول إذا قررنا مثلا الدول الإفريقية الرائدة اليوم في الغاز هي الجزائر نيجيريا ليبيا ومصر وهناك دول ناشئة إذن بوجود دول ناشئة حديثة الأهد بصناعة الغاز ستستفيد من خلال هذا المحهد بكل ما هو تطور تكنولوجي وربما حتى تطور تكنولوجي جد معتمر لهذه الدول وتساعدها أكيد في حركيتها الاقتصادية الداخلية أضف إلى ذلك أن حتى من ناحية الميزانيات وجود مركز بحث فإن الميزانية التي ستتخصص من طرف كل دولة تكون أقل إذا قرنت بميزانية كل دولة على حدة فكل الدول تعمل بعملية شاركية من أجل ضخ أموال والعمل في مشروع بحث تكون له فائدة لكل الأطراف والمشاركة في هذا المنتدى سيد بن بريكا بما أننا نتحدث عن التكنولوجيا ما هي أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة سواء في استخراج الغاز وترشيد استعماله شكرا أولا تعقب طفيف الجزائر دولة إفريقية ونظن وأملي أن هذا المنتدى يأخذ بعين الاعتبار للوضع الإفريقي لأن إفريقيا مليار وثلثمائة نسمة ستمائة مليون ليست لديهم كهرباء زيادة على الفقر ثم نظرا لاحتياطات الغاز في عدد الدول كينيا موزومبيك موريطانيا سينيغال نيجيريا دولة رائدة مصر ليبيا الأخري سوف تساعد هذه الدول في التنمية ويندماج إفريقي هذه الدول دول متقدمة مثل جزائر ليبيا مصر نيجيريا ترافق هذه الدول ناشئة إذا رافقتها أولا تكون تنمية محلية قبل أن نفكر في تصدير الغاز بالدرجة الأولى الغاز مستعمل للأسميدة مستعمل للتدفئة مستعمل لتوليد الطاقة ومستعمل للحركية في الظرف الحالي في الظرف الحالي كان الغاز طبيعي المضغوط مستعمل للشاحنات والسيارات لأنه لا يلوث بالدرجة هذه إذن مدام الجزائر دولة إفريقية سوف تكون قاطرة نظرا للتكنولوجيا نظرا لمعهد بومردس ليبيا ولياناش وتقريبا هذه المعهدين كونوا عدة إطارات وإطارات رائدة وفي مناصب سامية في الدول الإفريقية هذا النقطة الأولى التي سوف تساهم أو تساعد في نقل انتقال جيد للشاركة بين هذه الدول ثم الجزائر لديها مصداقية نظرا لأن زبائن الجزائر في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي السنة الماضية والسنة ما قبل الماضية زدنا في التصدير لإيطاليا ثم ألمانيا كذلك تبحث على زيادة الغاز ثم إسبانيا وإذا تم أنبوب الغاز من نيجيريا نيجير الجزائر على مساف 4000 كم سوف يساعد في تزويد أوروبا وكيكون الأمن الطاقوي في أوروبا أوروبا بالمقابل تساعد في انتقال التكنولوجيا وتساعد حتى في الجانب في الجانب المالي الهدف الجزائر غاية أسمى منها غاية تجارية واقتصادية الغاية هي غاية إنسانية هي رفع الفقر عن إفريقيا مساعدة الدول إفريقية بالتنمية مليار وثلثمية تقريبا يساوي تقريبا ثلث مرات عدد سكان أوروبا أستمر جدا أن هذا المنتدى سوف يدعم ثلث مشاريع أولا أمبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر ثم مساعدة موزنبيك في استعمال الغاز الطبيعي المميع وكذا مشروع غنية الجديدة احتمال كبير أن الجزائر نظرا لتجربتها في الغاز المميع سوف تكون من يرافق هذه الدول هناك كذلك اندماج إفريقي أو تعاون اقتصادي ما بين الدول الإفريقية نظرا لوجودها في اتحاد سياسي والاتحاد الإفريقي ونظرا لريادة بعض الدول كمصر أو ليبيا أو نيجيريا أو جنوب إفريقيا وحتى الجزائر وهذه المساعدة سوف تجد الأذان صغية وسوف تكون مخرجة هذه المتدى تعطي دفع كبيرة أولا للاندماج الإفريقي وثم التنمية الاقتصادية لهذه الدول إذا سمحتي كانت عندي نقطة إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ندرك جيدا أن الدول الإفريقية غنية ليس بالغاز وإنما بكل المواد الأولية وهناك تجمعات دولية تريد أن تفترس هذه القارة على الدوام من المحتمل أن هذا المنتدى سوف يعزز الشركة بين هذه الدول المصدرة وخاصة الدول الإفريقية حتى تتفاوض ككتلة واحدة وحتى تكون أسعار في المستقبل أسعار الغاز تكون مرضية بالدرجة الأولى لدول مصدرة أكيد أعود إليك ضيفي أستاذ نوفل أنت كأستاذ جامعي وكباحث أكاديمي ماذا يعني لك افتتاح هذا المعهد الدولي المهم طبعا هذا المعهد الأبحاث للغاز للدول المصدرة للغاز يكون أكثر مصداقية وأكثر فائلية على غرار المعاهد التي شهت العالم والدول المتقدمة كانت مجرد أبحاث أو مجرد كلام تقوله حبر الورق ولا يجسد ولا يتم تمويل أو ضغط تلك الأموال في المشاريع البحثية والمحافظة على البيئة إلا أن هذا المعهد جاء يضم مختلف الدول المهتمة بدرجة أولى الدول المنتجة أو الدول المصدرة للغاز بحيث هذه الدول تهتم بمشاكلها وتبحث على حلول وخاصة الانتقال الطاقوي إذ أن الغرب دائما لا يزال يشاهد في هذه الدول الجنوب على أساس نظرة استعمارية ودائما يجعل أن تكون هناك فجوة اقتصادية إذا نشوف الآن اليوم أمريكا لا تنقل بعد التكنولوجيات المستعملة في إنتاج الغاز الصخري تظل محتكرة لكن هذه المعاهد سوف تتقوى فيما بينها وتتشارك من أجل المنفع العامة والمشتركة فيما بينهما خاصة أن نشهد أن هذه القمة جاءت في أوضاع جيوسياسية جد مهمة خاصة أن هناك تقلب جيوسياسية فيما يخص الأزمة الأوكرانية الحرب الصهيوني على إخواننا الفلسطينيين مشكلة باب المندب وهناك أطماء كل هذه الأزمات هي تخدم أطماء معينة إذا نشوف أن الاستعمار أو العدوان الصهيوني في غزة نظرا لأن هناك اكتشافات في الغاز في غزة هذا من جهة وهناك حتى امتداد إلى مصر وهذا ما أول نقطة دفعت عليها هذا المؤتمر وهذا المنتدى هي سيادة الدول في طرواتها الباطنية والظاهرية حتى أن هذه النقطة للأوضاع الجيوسياسية خدمت بعض البلدان إذ أن تم إحلال السوق القطري في أوروبا من طرف المورد الأمريكي وبأضعاف متطعفة لأن هذه المنتدى يهتم ليس فقط بمشكل الأحجام ومشكل التسعير فقط يجب أن تكون السعر يختم مصلحة المصدر من جهة وخاصة تبحث على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير طرق التسويق هذا المنتوج من خلال توفير لوجستيك وآليات وتكنولوجيات التي تسمح بالارتقاء بهذه الاقتصاديات التي هي منبع لهذه الطاقة من جهة وخاصة فيما يخص تغيرات المناخية نشهد أنه حتى قناة باناماي قد تراجع فيها مستوى الماء وليسمح بأمور العابرات التي تنقل الغاز السائل الأممية هذا من جهة إذن هذا هو الهدف الرئيسي وخاصة حتى المعاهد المعاهد الأوروبية والغربية هي أولا هي أول بلدان أو هي التي تلوث البيئة نرى أنه 1% من التلوث البيئي هو في الدول الجنوب إلا أن مراكزها وأبحاثها دائما لا توجه مجرد لقاءات وبروتوكولات وتنتهي عند هذا الحد إلا أن هذا المعاهد سوف يكون وسوف يمشي في تفعيل هذه المؤتمر من الانتقال يكون متابعة دورية نعرف أنه هذا المؤتمر أو هذا المنتدى ينعقد مرة في سنتين هذه الأشغال سوف تكون أشغال متتابعة ودورية على مدار السنوات وتتتبع أو مدار الأشهر مع تغير المعطيات نرى أنه من خلال إعلان أنه إنعقاد هذا المؤتمر ارتفعت الأسعار الغاز في السوق الدولية هذا ما يعني أنها هذه الدول هي دول سيادية نخص بالذكر أن الجزائر تلعب دور سيادة في مختلف القضايا الاقتصادية والدولية بالإضافة إلى الدول الأعضاء في هذا المؤتمر كما نذكر الجزائر أمير قطر قطر يعني قطر طهران روسيا ما شفنا أنه استقبال وفود من الرؤساء رئيس الموريطاني رئيس التونسي نعم ويعني هذه القمة رئيس العراق أيضا يعني كل هذه هذه تبرز أن هناك وزن لهذا المؤتمر التي سوف يحاول إنشاء توازنات في السوق نحن هذا المؤتمر لا يخدم مصلحة جهة معينة هي نظرة وتوقعات وبناء استراتيجية لتبادل نعم أستاذ دوفل نعم وصلت الفكرة ضيوفي مشاهدينا الكرام نذهب في فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا الكرام إذن نواصل هذا البث المباشر عبر قناة الحياة ومن خلال برنامج مع الحدث لمواكبة أهم مجريات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر وصل النقاش هنا مع ضيوفي في الستوديو وينضم إلينا الأستاذ محمد بن عمور مستشار في التغيرات المناخية مهندس جيوفيزياء ودكتور في اقتصاد الطاقة أستاذ محمد بن عمور أهلا بك وشكرا على تربية الدعوة شكرا على استفاق محمد عميمور شكرا على الإصداف محمد عميمور نعم محمد عميمور لن أبدأ معك ضيش بما أنك التحقت بين اللحظة سيد بن عميمور ما هي ربما تعليقك أو ربما ما هي الرسالة التي تظن أو تعتقد أن على المنتدى أن يبعث بها خلال هذه القمة يعني باختصار شديد ممكن زمالة كانوا يطرقوا إلى الكثير من النقاط ممكن الرسالة هي تطمين أو طمأنة الدول التي بحاجة الآن إلى الغاز الطبيعي ولو تسمحي سأعود قليلا نبذة تاريخية لفهم ما الذي جعل من الغاز الطبيعي يصبح مهما من جديد يحضر هذه الأهمية يمكننا العودة مثلا إلى ما جرى بين روسيا وأوكرانيا في 2014 لما قطعت روسيا الغاز على أوكرانيا لأسباب ثمن من هنا اختلت قليلا السوق أو الواردات الغازية للسوق الأوروبية لكن نقطة أخرى كانت أوروبا بشكل عام كانت اختارت الخروج من الطاقة الأحفورية وبسرعة وممكن بسرعة لا تناسب الطاقة المتجددة الموجودة في السوق الأوروبية شيئا فشيئا وبعد جائحة الكوفيد رأينا يمكننا نسميها أول أول مرة ترتفع ثمن أسعار الغاز إلى 600% يعني كان شيئا يحدث من قبل فأعتقد والآن نشاهد عودة بعض البلدان الأوروبية إلى الغاز ولا أتحدث عن ألمانيا التي منذ خروجها من الطاقة النووية كانت قالت للألمان يمكن الخروج من الفحم يمكن الخروج من الطاقة النووية لكن لا يمكن الخروج من الغاز بهذه السرعة ولكن هناك دول أخرى دول نووية الآن ترى أنه لا يمكن الخروج أو لا يمكن اعتبار الغاز الطبيعي بنفس الطريقة التي نعتبر بها البترول والنفط لسبب بسيط لأنه طاقة أحفورية نعم لكن نسبة الكربون فيها منخفضة جدا فتناسب الانتقال الطاقوي يعني أنظف هو منه أنظف من معظم الطاقة الأحفورية وهي تناشى مع الطاقة المتجددة مثل الشمسية والطاقة الرياح لهذا الآن فرصة هذا المنتدى أنه أولا تعيد النظر في طبيعة العقود التي كانت تقام بين البلدان المستهلكة والبلدان المنتجة تعيد النظر في ميكانزمات الثمن ونظر نصرف أن نتكلم عليها لاحقا وخاصة بعث الرسالة الرئيسية لهؤلاء الدول الذين الآن بحاجة هذا لا شك فيه اليوم إلى هذه الطاقة نعم شكرا أعود إليك سيد خوجة لو تحدثنا عن أهم التحديات التي تنتظر القماس في هذه الظروف جيوسياسية من أهم التحديات ربما حتى واصل ما تناوله الضيف الكريم خاصة النقطة البيئية الغاز الطبيعي اليوم أنظف طاقة حفورية مقارنة مع الفحم ومع البدرول وأأمن من الطاقة النهوية الطاقة النظيفة اليوم تمثل حوالي 14% 15% بالمزيج الطاقوي العالمي لماذا تتجه الدول الصناعية الكبرى نحو الغاز الطبيعي لأنه طاقة نظيفة نعم ولأنه يتماشى مع الطاقات المتجددة نعم ولأنه بإمكان التكنولوجية الحديثة اليوم أن تتخلص بالانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتتخلص أو تقلص من تسربات غاز الميطان على طول سلسلة الاستغلال البتروني وهذا ما جعل الدول النامية والاقتصادات الكبرى في آسيا وفي أوروبا تعتمد على الغاز الطبيعي الطاقات الحفورية الأخرى ولأن الطاقات المتجددة غير القادرة اليوم أن تلبي حاجية الاقتصاد العالمي كل هذا يتأكد إذا نظرنا إلى دراسة المنظمة العالمية للصحة وللغذاء التي أكدت أن بين خمسة وعشرة بالمئة من تقلصات الإنتاج الفلاحي نوعيا وكميا عبر العالم سببه التغويرات المناخية إذن نريد الاقتصاد العالمي أن يستهلك طاقة نظيفة تقلل أثرها على البيئة وتقلل أثرها على صحة الإنسان وعلى النبات وعلى الحيوان بسفة العامة هذه نقطة الأولى النقطة الثانية التي ربما يجدر الحديث عليها اليوم هي أن التكنولوجية الحديثة وتطور السريع خاصة للذكاء الاصطناعي وللأطمطة وللمحابات ولبرميوريجيات في قرية صغيرة بحكم أن هذا التنقل التكنولوجي الذي يعتبر اليوم كبرد من بنود الأمم المتحدة التي تؤكد فيه على أن الدول الصناعية الكبرى لا بد أن تساير وترافق الدول النامية من أجل الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وهذا ما تصم له ربما دول المنتدى من أجل الاستفادة داخل وبين دول أعضاء من استفادات الدول المتقدمة تكنولوجيا من التكنولوجيات الحديثة التي هي اليوم مرغمة أن تستفيد من الشريك المستهلك لأن التكنولوجيا الحديثة بيد الدول المصنعة أضف إلى ذلك أن ربما حتى ربما نظر إلى الدول المستهلكة بطريقة ربما تكنولوجية ومحاولة إشراكهم وإسهامهم في رأس المال الشريكات البترولية للدول النامية والمراد منه لأن ربما لا يمكننا أن نتخيل اليوم أن الدول النامية تستغني على الغاز الطبيعي ولا يمكننا أن نتخيل اليوم أن الدول النامية تستطيع وحدها الاستفادة من هذه التكنولوجيات ومنه لابد العمل سوى من أجل الاستفادة من ميزات وخاصيات الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لها أفق واسع حتى 2050 2060 ولمستحة الاقتصاد العالمي أن تبحث دول المصدر للغاز عن شركاء من أجل الانتقال الطاقوي ومن أجل الانتقال التيكنولوجي سيد بمريكا كيف ستبحث الدول المشاركة في المنتدى التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة نعم قبل ذلك هناك نقطة استراتيجية من مخرجات المنتدى وهو التوقيع على مذكرة التفاهم بين المنتدى وكل من كانت أمس نعم لجنة الطاقة الإفريقية التابعة للتحدي الإفريقي ورابطة لنبشر قاسي نعم هذه تعتبر تعتبر ضد الهيمانة الطاقوية ومنه بريكس كانت ضد الهيمانة الاقتصادية هذه استراتيجية سوف تساعد إلى حد ما الدفاع عن المصالح هذه الدول المصدرة للغاز ثم في ما قال الصدق فيما يخص التنمية المستدامة لاحظنا لاحظنا من مشكلات الاحتباس الحراري فيضانات في عدة الدول أذكر على سبيل المثال باكستان تحويل مليون مواطن من أمك الفيضانات وجفاف في مناطق أخرى من الكرة أرضية وهذا راجع حسب كل الخبراء كل خبراء الطاقة راجع إلى استعمال الطاقة الأحفورية ثم هناك في أوروبا قررت الدول الأوروبية أن تستغنية عن المحركات الحرارية في حدود 2035 تقريبا البنزين والغازول والغاز الطبيعي المضغوط تقريبا سوف يساعد في الانتقال الحراري وسوف يكون الوقود المستعمل أولا للنظافة ثانيا للتكنولوجيا أو للتجارب التجارب السابقة على سبيل المثال نذكر إيطاليا إيطاليا في ثمانينات كان عندها حظيرة تتجاوز مليون سيارة وشاحنة في 1988 ثم تبعتها إيران تبعت بولونيا زيلاندا الجديدة مصر الجزائر عندنا تجريبة ممكن نعود نرجع عليها وعندنا مشاريع على مستوى وزارة التعليم العالي هي تحويل محركات ديازل إلى محركات ثنائية الوقود ديازل غاز طبيعي مضغوط وتقريبا الدراسة تمت ومازال الجانب التجريبي ومنه إذا تم استغلال الغاز طبيعي كوقود سوف يساعد في الحركية ونظر لأن الطاقة المتجددة في كل حالتها لن توفر أكثر من 30% للحاجة الطاقوية لمعظم الدول من دول نامية أو دول متقدمة تكنولوجيا نعم إذن مشاهدين نبقى دائما في مواكبة ومتابعة أهم ما يحدث في قمة الغاز والقمة السابعة لمتدى الدول المصدرة للغاز وأربط الاتصال مباشرة مع الزميلة فريال المتواجدة بالمركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن هذه القمة وأشغالها فريال أهلا بك لو تطلعين على أهم مجريات وأشغال هذا اليوم نعم نعم زميتي مونيرا مساء الخير مساء الخير على كل مشاهدي قناة الحياة دائما تغطيتنا متوصلة ببركز المؤتمرات عبداللاطف رحال في أشغال اليوم الثاني من منتدى الدول الصادق المنتدى عفوا نقول في أشغال اليوم الثاني من القمة السابعة لمنتدى دول المصدرة للغاز المحتضن هنا بالجزائر اليوم وفي أشغال اليوم الثاني استقبل وزير الطاقة والمناج محمد عرقاب كفة الوفود الوزارية المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي والذي تطرق فيه لصناعة الغاز وأهمية الغاز بالنسبة للمرحلة القادمة كما صرح بأن الاجتماع كان جد مثمر سادته لغة الحوار وتعاون الكبير المصدرة والعديد من القرارات الأخرى أكيد أجدد أيضا أنه اختتم هذا الاجتماع الوزاري بتوزيع جوائز لكافة المشاركين في منتدى الدول المصدرة للغاز وكانت لجزائر حصتين واحدة منها كانت لشركة صناتراك التي أثنى عليها العديد من الدول العضاء المتدى أقول أشهد بدور ريادي لمجمع صناتراك في سوق الغاز كما تم تكريمها نظير مجهودتها في صناعة الغازية خلال الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائز المنتدى أيضا تم الإعلان عن طابع بريد خاص بالقيمة السابعة للدول المصدرة للغاز بحضور وزير البريد والمواصلة السلكية محمد كريم ببيتريكي أقول وأيضا الأمين العام لمتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل وأهم ما جاء في الاجتماع أيضا هو الانضمام الرسمي لكل من دولة موريطانيا وأيضا دولة سينغال وبالحديث عن موريطانيا فقد صرح على همش القيمة السبعة لمتدى الدول المصدرة للغاز مستشار وزير الطاقة الموريطاني بأن موريطانيا ستكون في الأيام المقبلة ستكون لها مذكرة تفهم ومذكرة اتفاق مع مجمع صنطراك سواء للتعاون معها في مجال التكوين وأيضا في العديد من الاتفاقيات التي ممكن أن تقود العلاقات التقوية بين الجزائر وموريطانيا إلى الأحسن والأحسن كان هذا جل ما كان في هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي وجل ما كان في أشغال اليوم الثاني من القمة السبعة لمتدى الدول المصدرة الغاز وعودة ليك منيرا إلى البلاتو شكرا زميلة فريال شكرا على كل هذه التفاصيل وأكيد تغطية متواصلة من هناك إذا أعود إليك ضيفي هنا في الأستاذ نوفل لو تخبرنا عن كيفية مواكبة الدول المنتجة للغاز في هذا المنتدى لتحول العالم نحو مصادر الطاقة المستدامة طبعا حسب التقارير التي أعدت من المنتدى أنه هذا التقارير يشمل أو يضم نمو أو يعتمد على نموذج الغاز العالمي جي جي جيام الذي يبحث على توازن الطاقة لمستوى 30 دولة وأكثر من 80 تجمع يعني هنا يبرز أهمية توازن وتوفير الطاقة الغازية أو من المورد الغاز وتصديرها نحو الخارج ويمكن الآن نقطة أخرى التي يمكن إشارة إليها وهي التحول إلى تصنيع هذه أو من الخروج بمنتوجات يعني غازية وإنتاج الطاقات البديلة على أساس وانطلاقا من الغاز لتوفير يعني الانتقال الطاقوي هذا من جهة من جهة أخرى يلعب أن دور الغاز يعني كوقود الذي أو وقود الأزرق كما يسمى الذي لا يمكن الاستغناء عنه خلال هذه المرحلة إلى غاية 2050 إذ يرتفع الطالب عليه بحوالي 34% وهنا يجب الإشارة إلى كيفية سياغة مجموعة من العقود طبعا التي تختم مصارح هذه الدول المصدرة والتي يفضل أن تكون في شكل عقود طويلة الأجل التي تسمح بتحديد والحفاظ على دخل أو عائد ثابت لهذه الدول التي يسمح ببناء استراتيجيات وميزانية ميزانيتها التنموية وتوجيهها في التنويع الاقتصادي نحو مجالات أخرى هذا من جهام حتى نلاحظ أنه في الجزائر قبل هذا المؤتمر تم إعداد مجموعة من القوانين التي تنظم الاستثمار الأجنبي المباشر وهنا يبرز دور المؤسسة سونطراك التي تصنف على أنها مؤسسة في المرتبة العاشرة عالميا في مجالها وهذا ما يسمح لها أنها تدخل في شكل أو في مجال الشراكات الاقتصادية التي سوف تبحث وتدخل في مجال التبادل التكنولوجي من جهة في تنقل وتبادل الخبرات مع كل الدول المحيطة بها خاصة أن لنشاهد أن الآن الجزائر تعرف أنها فتحت عدة مناطق تبادل حر على كل الجوار فتح الخط أو الطريق بين موريطانيا والجزائر يعني كل هذا ما يخلي أن الجزائر أصبحت الآن كدولة تتمتع بكل الخصائص فيما يخص في الموقع الاستراتيجي الاستقرار الأمني توفر المواد الأولية وخاصة الطاقوية يد بشرية كفأة من حيث الخبارات والكفاءات البشرية من جهة كل هذا ما يسمح لنا من أن نفكر كيف يتم مشاركة هذه الطاقة بجلب استثمار أجنبي مباشر ويدخل في عملية تشاركية في الدول التي تعناوى في كل دول أعضاء المنتدى من جهة من جهة أخرى حتى كيف يمكن لنا الولوج إلى الإسواق العالمية في مختلف المجالات نعم سيد بن عميمور أعود إليك لنتحدث مثل ما عبتتنا أو أخبرتنا الزميلة عن انضمام دولتين جديدتين سينيغال وموريطانيا ما هو تعليقك وهل بإمكاننا أن نشهد في اليوم الثالث أو غدا ربما انضمام دول أخرى هل هذا ممكن هذا كان أحد من طموح هذا المنتدى ممكن نقارن بين ما جرى مع الأوبك عندما وقع توسيع الأوبك لتوحيد للمواقف من ناحية أخرى من أهداف هذا المنتدى أن الشركاء في هذا المنتدى لا يتحولوا إلى متنافسين لهذا توحيد الرؤى وتوحيد المواقف ولما لا توسيع الدول المساهمة في هذا المنتدى واحد من الأهداف لكن لو تسمحيني سأعود قليلا إلى التاريخ الذي جعل من الغاز الطبيعي الآن طاقة مهمة ولا مجال من التنازل أو عدم استعمالها الشيء الذي جعل أكبر مستهلك في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية أن يصبح من المصدرين لهذه الطاقة هو الغاز الصخري الذي عندما بدأنا في العمل فيه أو بدأوا العمل فيه وكان يباع بسعر رخيص الجميع كان يراهن على انتهاء هذه على هذا الطاقة ولكن نرى اليوم أن هذا الاستثمار كان ناجعا ونحن اليوم ننتظر الاستثمارات في الغاز والبترول منذ حوالي 2007-2008 المعظم من الخبارات كانوا يقولون أنه كانت الأزمة المالية التي جعلت نقص في الاستثمارات في هذا الميدان ولكن نعلم أن أوروبا التي قررت التوجه وتوجيه الاستثمارات إلى كل ما يدعى الاستثمارات الخضراء الغريف الأمر أنه 2019-2020 الكوميسو أو أوروبا تسمح الآن بالاستثمار الأخضر أو الأموال الخضراء أن تذهب إلى استثمار في الغاز طبعا مع زيادة الاستثمارات في الغاز البيولوجي إذن الإهديولوجيا في قضايا طاقة أدت إلى هذه الأزمة الطاقوية لأنه هذه الأزمة الطاقوية هي التي ستجعل الفرصة للدول المصدرة والمنتجة للغاز في طلب وطلب وجيه في إعادة النظر في نوعية العقود وفي الأسعار كي تكون الإستثمارات مناسبة للجميع تفضل تعقب نعم زيد بن بريكة تفضل أولا ممكن نظرا للاكتشافات الغاز مؤخرا خاصة في أفريقيا من المحتمل أن تؤخر استغلال الغاز الصخري لماذا؟ لأن كيف ذلك؟ التحكم في التكنولوجيا الغاز الصخري محتكر لا محتكر ومعقدة جدا معقد نعم حتى في فرنسا وبريطانيا رفضوا لكي يدروا أبحاث عن الغاز الصخري رغم حاجتهم الغاز الصخري في انتظار في انتظار التمكن التكنولوجي من طرق أخرى غير طريقة الفركتوراسون يدروا لك حتى في الجزاء المجتمع المدني ما قبل قال لك تلوث تلوث البيئة لا مش البيئة المياه المياه الجوفية أكبر مخزون في عالمي خمسين ألف مليار متر مكعب مياه جوفية في الجزائر وشوية ليبيا وشوية تونس إذن هذه الاكتشافات سوف تؤخر من البحث أو استغلال للغاز الصخري لكن نريد أن أربط الغاز طبيعي نربطه مع الرواق الاقتصادي وهذه كانت كانت مبادرة الجزائرية واستشراف الطريق بين نيجيريا والجزائر الجزائر لايقوس سهريا السوف يصبح مستقبلاً رواق اقتصادي وفيه كذلك الأليف البصارية يعني بين الجزائر ونيجيريا الياف بصارية وطريق عبر للصحراء وثم أنبوب تاغاز بالمقابل هنا كذلك طريق عبر لأفريقيا هو من مصر حتى نيجيريا الناس لا تتكلم عنه بزاف لكن الرواق الاقتصادي مبادر جزائرية ومؤخراً في الأسبوع هذا الرئيس الجمهورية مع الرئيس الموريطاني ديشنو ديشنو طريق 800 كيلومتر ثم هذه الشرائن كل هذه الشرائن سوف تساعد في التنمية للنيجر للمالي لموريطانيا لنيجيريا وكذلك سوف سوف ممكن تصل حتى أفريقيا الغربية يعني سينيغال وغينيا وساحلاج إلى آخره هذه نظن ارتباطها مع الغاز هو استراتيجي بالدرجة الأولى وهذه مبادرة جزائرية واستشراف جزائري جميل نعم سيد تفضل تفضل نعم قضية قضية سيادة فكل حسابات الاقتصادية أو غيرها ممكن تمر في المرحلة الثانية وكأنفطة أخرى كإشارة في نفس الموضوع بالنسبة لأمريكا في استغلال الغاز السقري يعني هناك تكنولوجيات لا تنقلها إلى الدول الجنوب وبالتالي لو نتمكن من هذه التكنولوجيات يمكن لنا أن نستغل هذا هذا المورد وهذا الهدف من إنشاء المحهد الابحاث للدول المصدرة للغاز أو مع شركاء أخرين يعني الإضاليين نظر عنه على قضية حتى هذا المنتد طريقة الغازية طريقة الكهربائية في ابحاث في المخابر الحالية لكن في المخابر لكن نعم الهدف من هذه القمة هي ليس فقط أن تبحث على مصلحة الدول المصدرة للغاز بل من أجل تحقيق أم طاقوي أمن غذائي طاقة خضراء يعني تنمية المستدامة بكل أبعادها وبالتالي هنا نطرح أو نفتح الباب للشركاء الاخصاديين نعم سيد نوزة بما أننا نتحدث عن أهداف القمة أكيد من أهم أهداف القمة هو خلق أو ضمان استقرار أسواق الغاز في العالم سيد بن بريك أعود إليك كيف بشأن القمة أن تخلق هذا الاستقرار ربما قبل الحديث عن الاستقرار نرجع إلى السوق الغاز العالمي وظهور أمريكا بعدما كانت من أهم المستوردين للغاز والبترول من أجل اقتصادها الداخلي أصبحت أكبر مصدر للغاز في العالم خاصة بعد إنتاجها واستغلالها لمناجمها من الغاز الصخري إذن هذه النقطة تجر هنا إلى حديث ماذا تمثل أمريكا من ناحة احتياطات الغازية العالمية أمريكا تمثل حوالي ثمانية عشر بالمئة على الأكثر من احتياط الغاز العالمي لكن تمثل أكبر دولة مصدر الغاز لأنها استطاعت بحكم تكنولوجيا متفوقة أن تستغل مناجمها بطرق علمية وأسليب تكنولوجيا متميزة وفريدة وتصبح أكبر مبوين للبيترون الصخري والغاز الصخري في العالم واستطعت حتى أن تلبي حاجية أوروبا بعد نقص الغاز الروسي إذن النقطة هي أن بالرغم أن دول منتدى تمثل حوالي سبعين من المئة احتياطات الغاز لكنها غير قادرة من التمكن التغلوجي واستطعت أمريكا أن تفوقها وتصدر وتغذي وتلبي أحاجيات أوروبا إذن النقطة التمكن التكنولوجي أعطى قوة وريادة لأمريكا أن تخزو السوق العالمي هذه نقطة المزمع في نقطة ربما لماذا أمريكا تذهب إلى هذا ربما حتى نفكر في أن هناك ربما مد آخر وصراح آخر بين روسيا وأمريكا يرجع للواجهة بعد خاصة نقص المد الروسي للغاز الروسي إلى أوروبا أوروبا أرهمت للذهاب والبحث عن أسوأ أخرى من أجل مواردات أخرى آملة وموثوقة ورأت في إفريقيا وخاصة في جزائر موثوقة واستسغلت أمريكا هذه الفرصة أن تبيع الغاز البوسان بأثمان أربع مرات خمس مرات سبع مرات أعلم المسوق في أمريكا نفسها إذن نرى أن هناك حقيقة استراتيجية واستغلال لوضعية أمنية ربما حتى مفتعلة لأن الخط نورستريم هو تخريب عملية أمريكية لماذا؟ لأنها تريد ربما في هذه الاختلالة الأمنية أن تجد سوق أخرى آمنة وترجم دول أوروبا أن تسهد الغاز النقطة الثانية وربما الاستراتيجية الأخرى ليبدا الحديث عنها في البلاطوهات هي دور آسيا في السوق الغازية هند الصين كوريا الجنوبية واليابان والطايوان يمثلان ثلفي لاستهلاك الغاز المسل العالمي آسيا تمثل 45% من استهلاك الغاز العالمي أوروبا تمثل حوالي 27% من استهلاك الغاز العالمي إذن أكبر مستهلك للغاز هو في آسيا ولنسا في أوروبا والأمريكا تحاول عبر هذه الاختلالات الأمرية وربما حتى القاعدات العسكرية الموجودة في معظم مصارات البحرية تحاول ربما الهيمنة هذه المصارات ومنه الهيمنة على كل مناطق العبور للغاز المسال خاصة الغاز القطري بعدما إذا لاحظنا بعد الحرب الكيان الصهيوني وفي الاختلالات بين اليمن والتدخلات الأمريكية البريطانية على اليمن مما أدت أدت نقص 37% من الغاز المسال القطري نحو أوروبا ونحو آسيا هذا النقص أدى إلى الباخيرات النقل أن تتجه إلى جنوب إفريقيا إذن ثمن أكثر تأمين أكثر خطر أكثر ومدة أكثر لتمويل السوق الأوروبية والسوق الأسيوية ومنه استفادت أمريكا من هذه الوضعية الحرجة وربما نطلب والمراد من دول المنتدى أن تفكر في ميكانيزمات وآليات جديدة لتتحكم في ظل كل هذه التهديدات ربما سؤال لكل ضيوف لمن أرد الإجابة كيف ستحمي الدول المنتجة للغاز على أسها الجزائر كيف ستحمي مصالحها في ظل كل هذه التهديدات لو استطعت استمعي فضل نظن هي فهم كيفية مواكبة النمط الاقتصادي الجديد في العالم لأنه مثال بسيط لو نقارن بين الغاز المميع أو المسال والغاز الذي يمر عبر الأنابيب يعاب على العقود طويلية المدى أنها لا تتحرك مع تحرك الاقتصاد صعوده أو نزوله فالبلدان الأسيوية ولو نأخذ ما جرى بعد جائحة الكوفيد التي تريد الآن يعود كلمة سيادة تعيد تارى إلى سوقها الداخلية وبعد العديد من الدول الأوروبية أو الأمريكية تريد إعادة تصنيع أو صناعة داخل هذه الدول فالرؤية كيف نواكب النمط الاقتصادي الجديد أو الذي يتغير الآن ونجعل من هذا الطاقة من جهة تؤمن المدى الطويل لأن الطاقة يحب المدى الطويل ولكن نعطيه الفرصة لما تكون تغييرات سواء لأسباب مناخية أو أسباب سياسية يكون المنتج دائما مؤمن في الدخل نعم سيد دعم مور بما أنك تحدثت عن العقود في رأيك هل يجب إعادة النظر في مدة عقود الغاز هل يجب أن تكون طويلة المدى أم أقل هل يمكن أن تنزل إلى أقل أو أجال أقل وبتحديد هل يمكن الحديث عن هذا خلال هذه الثلاث أيام وخلال هذه القدر طبعا هذا يكون أعتقد أو على الأقل قبل القرار النهائي لرؤساء الدول والحكومات هذا من صميم المحادثات بين التقنيين المهندسين والوزارات في هذه الدول ويبدو لي أن تحليل سريع ما جرى بين العقود لطويلة المدى والسوق سبوت التي غيرت فينا أخيرا أو وضعت هذا السؤال فوق المائدة يبدو لي أن العديد سوف يحاول تفادي العثارات التي صرت في الماضي مثل غينية الاستوائية لما أرادت بيع الغاز إلى أمريكا بأربعة وخمسة دولارات والشركة انتهت ببيع الغاز إلى أسيا بسبعتاش ومنتاش دولار يبدو لي أنه نوع منه الوسطية في هذا السؤال لا يمكن إجابة مباشرة تقول أنه هم العقود التي سوف يكونون لكن الهدف من هذه العقود تأمين الاستثمار في التنقيب هذه أهم نقطة وثمن يسمح العودة على الاستثمار هذا بسرعة وفي آخر المطاف الجميع يبحث عن الاستقرار سواء الاستقرار الطاقوي أو الاستقرار المالي أنا كنقطة فقط تختلف معك في نقطة أن العقود سبوت أو العقود القصيرة للآجل أو العقود الأنية لصالح البلدان المصدرة لا هذا لا يخدم البلدان المصدرة لأنها تخدم أولا أنها تغطي العجز للدول التي تكون بحاجة لهذا المورد هذا من جهة الأولى من جهة الثانية يكون السعر هو سعر منخفض وبالتالي من المهم أو من الأهم يعني يتم سياغة أو من بين المخراجات أو الاتفاقيات في الكواليس لهذه الدول أنها تتجه إلى عقود طويلة الأجل لأنه نعرف أنها الدول هي دول تبحث على الاستقرار ومواردها المالية ولا تلعب الدور الصماصرة أنها تلعب على نقاط ارتفع بنقطة انخفضة بنقطة أخرى وبالتالي ولا يمكن التوجه أو التوقع أزامات أخرى أكثر من هذه يعني غدا لو يتم فك المشاكل أو الأزامات العالمية والمناخية من جهة أو خاصة الجيوسياسية سوف ينخفض هذا الثمن هذا الموارد من جهة وسوف تكون هناك حتى بعض الدول الدول التي هي مستقلة لكن لا تتحكم في سيادة الموارد الأحفورية وبالتالي هنا يدخل يعني دول أخرى التي تضغط في زيادة حجم الإنتاج كما شاهدنا وعرفنا في السوق البترولية عندما ارتفع السوق البترولية شاهدنا أنه بعض الدول العربية مشاهد بالتليفون وضخت يعني كميات هائلة من أجل ترافع من أجل انخفاض أسعار البترول وهذا الأخطاء لا يجب أن يجب أن نقع فيها مرة أخرى وبالتالي يجب بناء استراتيجية جيوستراتيجية التي تسمح بتحقيق موارد مالية مستقرة وثابتة من جهة أحب أن نربط رياح الحرية مع التصدي للضغوطات الغابية لأن الكرة الأرضية غابة طبعا رياح رياح الحرية نعم رياح الحرية في الدول الأفريقية وكان احتمال أن دول الأخرى سوف تتابع رياح الحرية اللي كانت في مالي وكانت في النيجر وفي بركنا فاسو إذا كان في الجنب السياسي هنا لك رياح حرية لحماية الورانيوم في النيجر لحماية الذهب في مالي وفي بركنا فاسو سوف تكون رياح حرية في عدة دول الأسيوية وإفريقية لحماية الغاز طبيعي لأنه مورد كما نفس المورد مورد على المورد الخام الإفريقية رياح الحرية هذه ترتبط مع حماية هذه الدول المصدرة أو المنتجة للغاز طبيعي نعم فقط ما نتفقين على قضية أنه السوق بخصوص العقود للمستهلك كل ما نتفقين لكن هل يعني قدرنا نمنعها حتى نمت أخرى حتى سوق 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 فقط هل استطعنا من منع هذا سوق سوق لا يعني الهدف هو أنه نتفهم السوق الحالية نتفهم موقف المستهلك وهو عليه كذلك أن يتفهم أو يفهم موقف المنتج هذا هو الهدف حتى المنتج أو حتى المستورد هو من الأفضل أنه يقوم بتوفير مادة أولية بسعر ثابت بكميات متعارف عليها لا يتغير أو تتغير هذه الصفقات يعني العقود لآجل تخدم كل الأطراف المشكلة أنا عايشين في عدم متسارع يعني 25 سنة عزمان ممكن مثلا في الجائحة الفاكسا عملنا في سنة أو سنتين في عدد عشر سنين يعني نتكلم أو سيصرف 2030 أو 2040 التفكير في إعادة وضع الغاز في هذا السياق وتفكير في عقود جديدة هذا هو الهدف يعني ما كاش الآن عنده الحل أو الإجابة لهذا السؤال ممكن عقود طويل الأجل ويمكن مراجعة الأسعار تحب بعد مدة معينة نظر لتقلب السوق هانيها كل هذه مرائي أستاذ ربما في السوق الغاز يختلف عن السوق البترول لأن خاصة العقود والاتفاقية البينية عامة بين أربع سنوات عشر سنوات حتى عشرين سنة وهذا ربما ما يجعل الاختلاف بالنسبة لسوق البترول أكيد أن اليوم الاقتصاد العالمي يعتمد حتما على الغاز ولا يمكن أن نتخيل أن الدول المستهلكة تستغني على الغاز الطبيعي لأنه أنظف طاقة مقارنة مع الفحم ومع الفترول وأأمن طاقة بالنسبة للطاقة النووية التي تمثل اليوم أربعة خمسة ومئة الأكثر طاقة النووية أربعة خمسة ومئة لأن هناك خطور من ناحية الأمنية أنك تستعمل طاقة النووية وليسا تكون دول لها ملكية للموارد الأولية الفكرة الفكرة أن الشوق الغاز يخضع إلى اتفاقيات طويلة المدى مع إمكانية الأخذ بالاعتبار تغييرات الثمن في الشوق ربما تكون اتفاقية بينية بين دولة نسبة معينة من الغاز تبقى ثابتة الثمن ونسبة ربما تتغير على اختلاف السوق هذه تماشا مع الاستكشافات يعني مش هنكتشفو أو نستغل كل الغاز الموجود يعني هذا يتماشا مع الطلب العالمي ومع العقود وبالتالي مع استخدام التكنولوجيا يقول أنه يمكن التحكم في التكنولوجيا سوف يخفض حتى تكلفة الانتاج ويكون في صالح كلا الطرفين التماشي مع التكنولوجيا الحديث ما اتشافات شيء تقليدي لكن الجديد اليوم في الساحة العالمية هي الاختلالات الأمنية تؤثر حتما من كان يظن ويتخيل أن بعد القطع السوق الغاز الروسي اتجهت روسيا إلى شركة التقليدي الصين لتضخ كم يجد معتبرة من كان يظن أن سوق الغاز يرتفع من 4 دولار 5 دولار إلى 60 دولار 70 دولار غير ممكن إذن هذه اختلال الأمنية لابد لدول المنتدى أن تخذ بالاعتبار من أجريات آليات جديدة نعم ضيوفي الكرام للأسف وصلنا إلى ختمي عدد اليوم برنامج مع الحدث الذي كنا فيه في بث مباشر ضيوفي الكرام أشكر لكم كل التفاصيل التي قدمتمها مشاهدنا الكرام شكرا لكم على طبيل إصغائي والمتابعة في أمان الله